مرحبا اليوم في ثلاث عناوين بتختصر الأزمة السياسية بتختصر المرحلة المستجدة من الأزمة السياسية اللي عم نعيشها أولا التحقيق بجريمة المرفق تانيا التحقيق بجريمة الطيونة وتالتهم جورج ارداحي والعلاقة مع السعودية والمقاطعة الخليجية اللي عم بتصير على البلد فيها ثلاث عناوين حاكمين القوى السياسية طبعا في العنوان الأهم قد يكون بالنسبة لأغلب اللبنانيين بتصور اللي هي الأزمة المالية اللي عم يمرقوا فيها البلد واللي برأيي عم تحكم كل التصرفات اللي عم بتصرفوها القوى السياسية مع الأزمات اللي بيفتعلوها بأغلب الأحيان واللي بتستجد عليهم بأحيان أخرى تانباليش بس تواحد حط سياء لهولي ثلاث عناوين تواحد يوصل لخلاصة تيفهم عن شو عم بيحكي وبها السياء منرد على بعض القصص اللي عم تردنا خصوصا بقصة التحقيق بجريمة المرفق اللي بنطلق منها الفضيحة اللي بتصير مباريح ونحن مبارفش نسميها يعني أكتر من الفضيحة لدرجة بتفرجة نية بالتستر عن أما على القليل اللي بيعرقلت مسار العدالة بوضوح هيدا كل الحديث اللي صار أنه التحقيق مسيس فليكن أنا يعني بعد كل النقاش حطيت كل النقاط اللي عندي تقول إذا مسيس ولا مش مسيس لحد هلأ يمكن يطلع مسيس بعدين نعطي كل مواقفنا بعدين أما لليوم فالإجراءات القضائية هوياهم ولكن خلي واحد يعتبر أنه فيه رأي أنه فيه تحقيق مسيس عظيم هالتحقيق المسيس هيدا فيه واحد يتصرف معه أنه يا يخد على مرجعي قضائي أقل تسييسا ساعة بيقبضوا جد يما بيقلي روح أن محاكمة الرؤسة والوزراء ساعة تجليطة فيه ست نواب سبع نواب عفوا نحطينهم بقلب محكمة هي التسييس بحد ذاته وتاريخها يشهد على ذلك اللي بيصير هلأ أنه لأ هني بيقوله لأ أنه بدنا حقيقة أكتر بدنا عدالة أكبر بدنا شفافية أكبر وهون فيه تسييس شو بيصير نهار الخميس فيه فنيانوس يوسف فنيانوس أحد المدة عليهم من القاضي بيطار بيقدم طلب رد بالبيطار بيضي يكفل له إيده اللي بيصير أنه يحال طلب الرد لغرفة بيرقاسها القاضي ناسيب إليه القاضي ناسيب إليه بما أنه نظر قبل بطلب رد سابق من علي حسن خليل وغازي زعيتر ورفضوا قال أنه أنا بفضل اتنحى عن هالقضي لن إلي وجهة نظر سابقة بالموضوع ده طلب مستجد جديد أنا رأيي رح يكون الرفض خدوا على شي غرفة تاني هلأ بنفس الوقت أيضا فنيانوس بيطلب طلب رد للقاضي إليه أنه هيدا نظر بقضية سابقة بعطول إليها عند واحد تاني برجع عنده رأيي مسبق بالموضوع هلأ رئيس الأول لمحاكم استقناف بيروت القاضي حبيب رزق الله وتيوصله طلب الرد من فنيانوس بالقاضي إليه لينظر حدا غيره بطلب الرد بالقاضي بيطار مش عاربكي القصة هو بده يشيل طارق بيطار بس ما بده اللي بيقرر بيطلب أنه نشيل طارق بيطار هو يكون ناسيب إليه لأنه عنده رأيي مسبق هيدا الطلب أنه شلولي ناسيب إليه وبعطولي إليه عند واحد تاني حولوا حبيب رزق الله عند القاضي حبيب مزهر شوف منخلي ناسيب إليه ولا منشيله القرار بدي يرجع لألك بدي يكون في المرجعية تقرر لأنه في طلب رد من يوسف فينيانوس بالقاضي تحدى غيره ينظر بأنه نشيل طارق البيطار وأز القاضي مزهر بيقرر هو من رأسه أنه أنا بدي أنظر بطلب الرد بطارق البطار مش بالقاضي ناسيب إليه وببلغه لطارق البطار أنه وصل بحقك طلب رد وقف شغلك هلا لأنا أعرر إذا بخليك ولا بشيلك يعني سطو على صلاحيات ليست له بقضية لم تقدم له بإخراج سيء للغاية يعني يعني فضيحة وطبعا أنا لا أريد بلش الشغل كيف في الدواحة دي رقع لا ما هو واصل وكان قبلين قبل وخبار بس بوضوح بالمستندات يعني حتى في شي تسرب مش تسرب أعلن بالإعلام يعني لإيه حال اللي وصلت له لمزهر عم تطلب منه النظر بأي قضية رقم 72 72 يعني طلب الرد بالقاضي إليه إذا مالني غلطان طلب الرد بالقاضي بطار رقم 68 واللي مش وصلت له بقى هاي ديني تدخل سياسي بالقضاء وتعدي على صلاحيات بإخراج سيء واضح اللف والدوران بدنا نشيل طارق البطار يعني بوسائل غير قانونية من التهديد إنه مجلس وزراء شوش بك تعمل مجلس وزراء ما قاله صلاحي يعني شي لقصة مجلس قضاء أعلى شلنا إيه ما في شي له لقصة هلأ نوصل عند قاضي ما خصو الموضوع ما حولت له قاضية تانية يبعث لطرق البطار نواصل بحقك طلب الرد وقف شغلك يعني بعد فيه تعبير أكتر عن سوق النية أوكي هيدا كله واحد عنوان هيدا هلأ كمان تتأكدوا من سوق النية هيدا بيوصل الخميس الجمعة بتقوم لأيام عليه بيتقدم شكاوة على القاضي إنه إنت ما دخلك بالموضوع منفوت بالويكند هلأ والتنين إذا ما إني غلطان فرصة كله طمغيت وبدي هلأ يعني هدي رح أرجع لها بآخر الفيديو مش لا تباهي ولا شي بس نرجع للفيديو اللي عملته أول ما كلف نجيب مئاتي برئاسة الحكومة واللي قلت فيه مجرد ما كلف نجيب مئاتي لحكومة رح يسير فيه مجموعة خطوات منه على الصعيد الاقتصادي وصندوق النقد وباع أصول الدولي والتحضير لإله بمرحلة قبل الانتخابات لبعد الانتخابات تصير لأن ما حدا بيحمل بقبل الانتخابات كله هولي بس المهم مع تكليف نجيب مئاتي بتسوي سيسي بتجيب حزب الله بده يجيب نجيب مئاتي ويسميه يعادة حزب الله ما بيسمي حدا بخصوصا من خصومه يعني برئاسة الحكومة وحتى أيام من حلفائه وبيعطيه الثقة يعني عقول حتى من حلفائه يعني عمر كرامي وقت عامل حكومة 2004 ما عطيه الثقة حزب الله لا أسباب مختلفة سياسي وشرعي وغيره طيب هون نجيب مئاتي كمان من جهته بيرضى يقلف دغري عنك بشهر زمان بعدما الحريضي كينيا لطيف هو بنادي رؤسة الوزراء السابقين هذا النادي بيعمل صبحيات وبيفرض علينا تعويزات بلبوس طائفة يعني بيقرروا انه يعمل حكومة سوا شو عدا ما بدأ وبوقتها أنا قلت انه نتيجة هذا الشي بدو يطير طريق البطار هاي التسويه بدنا تطير طريق البطار وإلا منلفه ومندور من وقتها لكيف بدنا نطير طريق البطار بأقل الأكلاف الشعبية أما الشكلية على الفريق اللي مفروض بدافع عن طريق البطار وعم نلف وندور وأنا ما زلت على رأيي للأسف ان شاء الله يكون غلطان وان شاء الله يخلق قوة اجتماعية تقدر تمنع هادي التدخل بس رأيي انه بدو يطير طريق البطار هلأ ولقي حق انه هيدا زلمة الأمريكان وبما انه طريق البطار هو الجزء من المشروع الأمريكاني ما تدعى هيدا تدعى هيدا أول شيء يعني ما بحط بدم تشيل حدا لا من المشروع أمريكاني ولا من المشروع غير أمريكاني هيدا موضوع بتركه لمسار التحقيق والقرارة الظنية واحد بيحكم فيه عقدة طريق البطار بصورة نهائية أما الحكم على المراحل اللي عم نقطعها بالتحقيق ده واحد يعلق بكتير وضوح هيدا الطلب إذا واحد بيقري جاي من السفارة الروسية لوزارة العدل وفي وسيئة تانية بتوحي انه مش بتوحي بتأكد انه قاطع كمان بوزارة الخارجية نفس المعلومة بوقتها ما نحكى عن نيترات في وثيقة نحكى فيها مش هيدا اللي نفرجينا في وثيقة تانية نحكى فيها عن نيترات بواصلة بسنة 2014 لأشرة فيه بوصفة مواد سمات زراعي ما في ذكر لخطورتها ولا لتفجيرة وبالوثيقة اللي منشورة في ذكر للبحارة اللي عندهم قضية انه اللي علق طولهم سفينتهم هون وقاعدين بلا شغل شو كنت عملنا فيهم ما في ذكر للنيترات خالص يعني انا بتصور فيكن ترجعوا يعني تشوفوا شو نوع التقارير اللي عملها عن أشرف ريفي ورأيي فيه لأشرف ريفي بقاعدئه بخاصة وعطا شارك بالحكومة وغيره بس واحد انه هيك تبلي فيه انه وصلت لورقة ما خاصة بالنيترات ما خاصة بالبحارة اللي قاعدين بلا شغل لانه انتوا تركين هون وقاعدين انهم ما فين يرجعوا عبلدهم حلون قصتهم ساعتها بتدعي بتدعي عليه بقصة النيترات بالمرفق شوها الخيالة ده كمان هيدا محاولة واحد يبين هيك وثائق ما خاصة بالموضوع بس لا يجي يشوش على الفكرة لو وثيقة فعلية خاصة بالنيترات انا اول واحد ببلش هيجي من البطار وبك تبعث وراه بس اول ما واحد يفرجي وثيقة لا علاقة لها بالموضوع بس لا يشوش على الفكرة واذا واحد بس بيقريها بتفرجي كمان النواية اللي هي كل الهم كيف نشوش على التحقيق ونفرجيه انه مسيس على كل حال بكرة بنعرف اذا مسيس ولا مش مسيس لكن على القليلة طرق محاولة التشويش على القضية وتطيير طريق البطار بغض النظر عن طريق البطار كلها خاجع عن القانون وبتفرجي سوق النية على القليلة قلة الاكتراس للإجراءات القانونية وللعدالة والحقيقة بنتيجة الحال انها دي بتطير تحقيق بنرجع بنعلي عين واحد من هلأ حكومة السيدنا جيب مئاتي هو يشوف لنا مين بده يجيب لنا الحقيقة بموضوع البور بتوازيا مع هالرواية كلها في قصة جريمة الطيونة في ناس تقتلت بالشارع بمظاهرة كانوا عم بقوموا فيها بتجي المحكمة العسكرية تطلب ورا سامير جعجع معك مفروض يكون في أدلة ان القوات قد يكون لها دور بتنظيم الناس اللي كانوا مشاركين بالاشتباكات كمان في واحد يعلق كتير على ليش بس سامير جعجع ليش مش غيره ولاش هوليكي ولا واحد منه نالأ مساق بكل اللي ماتوا من هونيك مش من هون بس كمان لاتدقات ممكن صارت من اتنين ولكن هيدا مجريات قضائية سامير جعجع ليه بدافع عن البطار بهديك القضية ع اساس انه قوة سياسية بدا تتدخل بالقضاء لا تمنع الحقيقة خلوا القضاء يكون مستقل وما حدا يتدخل بشغله وكلنا مننصع للقضاء بيجي قضاء تاني نفس الجهاز القضائي بس محكمة تانية بتبعت ورا سامير جعجع بقضية تانية هالمرة سامير جعجع هو اللي بيعتبرها مسياسة يعني باول قضية حسب الله طيال مستقبل حركة امل مرضة وكذا القضاء مسياس بتاني قضية قوة سامير جعجع بيقول لا مش مسياس هون تمام بها القضية سامير جعجع بيقول مسياس يعني بعتقدت في باترن واضح انه كل واحد ما بتعجبه لوين بتروح التحقيق بيعتبره مسياس وبناءا انه هو اعتبره مسياس ببطل يحضر بسيطة لاحلمنا انه بتقارير اعلامي ينقلها يعني انه سامير جعجع بيلتقي بالبطل بطل بطل يعني شؤون الهية يعني ما دخلوا بالقصة مفروض وقال انه البطل بيعرض نوع من تسوي ما ما فينا نأكدها لانه هذا كله منقول اعلاميا في شي صاح وفي شي مش صاح بس هك طعمتها مش مستغربة هالنوع من الحكية ففي واحد يقول في الا سوابق بهذا البلد انه يا خي خلينا نحل في قصة المرفى من طارق البطار انتو زعجكون مسياس رجع لقصة المحكمة العسكرية زعجته تعود نشيل البطار ونوقف المحكمة العسكرية بهالقضيتين منعين واحد غير هون وهونيك مناخد التحيلة غير محل ويا دار ما دخلك شر عادي دولة القانون والمؤسسات طبعا هاي دي تاني قضية هلا بناء على اول قضية كانوا وزراء طبعا تحقيق المرفق اذا وزراء حسب الله وحركة عمال عاملية مشكل كبير بقلب مجلس وزراء انه اذا طارق البطار يبقى ان احنا ما فيها نبقى بالحكومة علم ان الحكومة ما دخلها بالموضوع بس تشوفوا انه متفين من بعض انه دا كله سياسة نتدخل منشيله كذا اينون مش اينون مش مهم بتاني قضية فريق المواجه برعاية البطارك الراعي بدنا نشوف كيفما نحلها في القضية التالت اللي استجدد هولي كانوا هايك محطوطين بوجه بعض بوجه الحكومة المشحرة دصت جوج ارضيحة والعلاقة مع السعودية وانه هيدا طيب تجي الحكومة يلا اليوم بحديث بتصور لجريدة الجمهورية رئيس الحكومة نجيب مئات اللي معلق جلسات مجلس وزراء ما بيشتنا مجلس وزراء اكل بنزين سعر صرف ازمة كله هلا بينطور انه هيدا مجلس وزراء معلق لحين استقالة جورج ارداحي بدو يستقيل جورج ارداحي لانه هول السعوديين والخليج مش راضين ابدا عن وجود جورج ارداحي هلا تواحد يشوف اذا هيدا الشي مدخل لمعالجة مشكلة فهم من السيد نجيب ميقاتي انت بك ترجع عينه وعليقة مع السعودية يعني انت عندك شي رؤية اساسا لكيف بدك تعالج قزمتك المالية والاقتصادية انت شو طبيعة علقتك اللي بدك جيها مع السعودية لانه اذا قصت انه ما تدق قولنا باللبناني اللي عندهم بالسعودية بس تبقى العلاقات متوترة لان بقى تصور نجيب ميقاتي في واحد بقلب الحكومة اذا واحد منكشل نشوطة صاريحهم بتصور اسوأ بعد من هيك وتابعين لأحزاب بصورة معل من حزب الله وغيره بيسبوا السعودية بالمباشر اكدر من قصة انه اليمن حرب عباسية حتى السعودية بتتهم حزب الله انه مشارك بحرب اليمن مع الحوطيين طبعا بس ما في مشكل كان انه يشاركوا بالحكومة بس اذا جوج قردها هكي كان بقى ها تجليطة ماشي الحال تتواع نسأل حال وسؤال للحكومة انت موقف لها شغلة للحكومة ما بتشتغل شي بدك ترجع عليها للسعودية انت في حل منتنال يما انت بكتبيه على السعودية انه انا زلمتكم بلبنان واللي بدكون ايه عراسنا وعين لو انا ما برضى انتو تكونوا زعلانين مني ومن الحكومة يما انت بكتجع العلاقة بين لبنان كدولي والسعودية كدولي اذا الخيار التاني مش الاول بننفهم ان احنا على اي علاقة بقى نركب مع السعودية شو نوعية ده بكتصدر لهم شي بداع عارف انت شو عندهم مثلا شو عندك قوة تنافسية لبعض السلعة اللبنانية بسوق مثل السعودية عظيم بتحب توصلهم بضاع فليكن انت عارف انه البضاع لتقدر تخفف الاكلاف وتصير اكثر تنافسية بالسوق السعودي بدأت امرق بالاراضي السورية تفتح حديث مع سورية انت اما شو هي العلاقة بس خلاني هنعرف ترجع العلاقة السابقة انو بارتلونة بعضوا مساري شوية لحطوا باللبنوكي عنا مع انهم مشحرين لبنوكي لقى بدهم 100 مليار دولار ما بيقوم من ازمتهم حطوا شوية مصاري بالبنك المركز جيبونا شوية دولارات احزاب اعلام شو شو هي طبيعة العلاقة اللي حاضرتك حيب بترجع مع السعودية لانو ازا ما في معرفة فيهم يعني فطبيعة العلاقة اللي بك ترجع مع السعودية هي شو هي علاقتك مع السعودية من خلال ازمة الحكومة وبعدين هايدي الخصلة اللي هون الاشكالية مع جماعة 8 ادار انو انتو نجيب مئات دي ما كنتو عارفين وشو توجه السياسي الخارجي يعني انو بسنة 2011 2012 2013 وقت عام الرئيس حكومة مش انتو اعتبرتو اكثر سعودية من سعد الحريني واكثر 14 ادارية من 14 ادار واكثر سنية من هوليك وكل الوقت بحرجنا عكل شغلي وقت كيف طار حكومة المئات مش لان كمان علق عمل مجلس الوزراء وبطل بضي اجتمع بوقت عقصة اشرف ريفي وقال وكان بعد مدير العام الامن الداخلي نفس السيناريو هلأ المرة بتسموه انتو بتكون تشكولنا علي من تاني مالي السيد نجيب مئات ما بيعرف وزراء حزب الله وحركة امل شو ما وقفوا من السعودية ابدا مش حاضر اخبار اخر سنتين ما عم بتابع سياسة لنتفاجأ بهاي دي الازمة انه ايف علاقاتهم بالسعودية بنا نرجع علاقة سوية مع السعودية فبدو يطير جوج ارداحي اذا طير جوج ارداحي بترجع سوية يعني اذا بدي عمل علاقة مع السعودية بدي يعرف شو بده من السعودية الا بدي عمل زال مت هاي موضوع تاني بيضبط احوال قلو بيضبط اوضاع المادية قلو اذا واحد بدي يضبط علاقة بلد مع السعودية بدي يعرف لشو شروط هاي دي ويمكن هالشروط ما تكون قابل للتحقق بيقدر يحمل نجيب مئات بده يعيش ما في السيف السعودية لا يرضى عن رقبته يعني طبعا حكومي من هالنواء ما رح تاخد ولا اي قرار خلاصة هذا الحديث كله انه كل اللي عم بصير ما حدا يتفاجأ فيه ما حدا يخبرنا انه متفاجأ فيه مش انهاك باول فيديو قلت بدي ارجع شير للفيديو اللي سجلته اول تأليف حكومة نجيب مئات رح حطه بالدسكريبشن تحت ولا بيطلع بش بزاوية الشاشة يهون يهون مباي يرجعوا شوفوا مش لا واحد يقول انه زبطت معي ولا زبطت معي يعني ليلة عبداللطيف ولا بتنبش وبدو يسير ولكن انت نشوف اذا انا في نوع تحليل عم بيصيب فاذا بقيت من درجاته صحيحة لانه انا لا عندي معلومة داخلية ولا صحبي ما نجيب المئات ولا صحبي ما ولا وحب منه انت يبعث لي خبرية اجي اولى انا على العكس بتصور ما كتير بيحبوني كلون فاذا اذا في تحليل بيصيب اذا عناصره صحيحة اذا عناصره صحيحة يعني فعليا ازمتنا الفعالية هي بالازمة المالية والاقتصادية اللي عم بيحاول التغطية عليها من قبل قوى سيسية بقنوات طائفية ومؤامرات كبرى للتستير عليها ومحاولة النوم بتاخد واحد بين فريقين بيتبعوا لمحاور مختلفة بس نبقى نخلي النظام لانه اذا من نقعد سبب فارتاخد بضيطق النظام هو اصلا مشعور ضائق